السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على ذربه إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نحن في ليلة الأربعاء ليلة السابع والعشرين من شهر ذي القعدة المحرم لسنة ثلاثين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع من الشهر السابع لسنة إحدى وعشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ستين ومائتين وألف بعد الهجرة ووصلنا إلى الباب الحادي والأربعين نعم نبدأ بحول الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على وسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولواردين وللمسلمين والمؤمنين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف وحمه الله الباب الحادي والأربعون باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا عبكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب قول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهذه جزء من آية أولها قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهذه الآية فيها أمر الله تبارك وتعالى للناس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى اعبدوا ربكم وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعبدوا ربكم أي وحده سبحانه وتعالى ثم ذكر سبب عبادته قال الذي خلقكم والذين من قبلكم طالما أنه هو الذي خلقكم إذن هو الذي يعبد سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون أي لعله أن تكون لكم التقوى أن تحصلوا التقوى بهذه العبادة والتقوى هي المنزلة العليا التي يراد من الإنسان أن يصل إليها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألف لا ميم ذلك الكتاب لا رأي بخدى للمتقين وغير ذلك من الآيات كثير أنه المطلوب من الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة التي يحبها الله تبارك وتعالى وهي درجة التقوى قال الذي جعل لكم الأرض فراشة أي مهدها لكم سبحانه وتعالى ممهدة وأرسل جبال عليها لتثبت وجعل فيها السهولة والوديانة والبحارة وغير ذلك مما تسهل فيه حياتكم والانتقال من مكان إلى مكان في هذه الدنيا والسماء بناء أي سقفا لهذه الأرض وأنزل من السماء ماء من السماء أي من السحاب والعرب تقول كل ما علاك فهو سماء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما وضع يده في صبرة الطعام له الإناء الذي فيه الطعام فنالت أصابعه أصابعه بللا نالت بللا فرفع يده فيها البل قال ما هذا يا صاحب الطعام يعني غاش الناس قال يرتو أصابته السماء يعني أصابه المطر فكل ما علاك فهو سماء قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به أي بهذا الماء المطر الغيف وأخرج به من الثمرات رزقا لكم من الذي أخرج الله جل وعلا هو الذي يخرج لنا هذا النبات وإلا قد ينزل المطر ولا يخرج النبات وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة أن لا تنطروا السنة على القحط ليست السنة أن لا تنطروا ولكن السنة أن ينزل المطر فلا تنبت الأرض هذه السنة الحقيقية ولذا إذا سألنا الله تباركه وإنما نسأله الغيف اللهم غفنا والغيف هو المطر النافع وإذا يقول الله تباركه وتعالى عن نفسه سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف والمطر عادة إذا ذكر في الكتاب فإنما هو للعذاب والغيف هو الذي يكون للرحمة ثم ختم ذلك بقوله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله يدى أي فإذا كان الأمر كذلك أن الله هو الذي خلقكم والذين من قبلكم إذا كان الله تباركه هو الذي جعلكم الأرض فراشا وجعلكم السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمار تذقا لكم إن كان هو الله جل وعلا وتقرون بذلك وهو كذلك سبحانه وتعالى إذن لا تجعلوا لله أندالا أي لا تجعلوا له ندا مماثلا شبيها مساويا وهذا هو الند لا تجعلوا لأنه ليس له ند بدليل قوله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون علما يقينيا أنه ليس له ند أنتم تعلمون وإذاك الآلهة التي يدعونها من دون الله تبارك وتعالى يقولون إنما نعبدها لتقربنا إلى الله زلفة وإن كانوا يسمونها آلهة جعل الآلهة إلها واحدة لكنهم يعتقدون أنها تبع ولذا كانوا يطوفون في البيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته وما ملك فيرون أن الله يملك الأصلام والأصلام لا تملكه سبحانه وتعالى فهم ما عندهم مشكلة كبيرة جدا في توحيد الربوبية ولكن مشكلتهم العظيم في توحيد الألوهية ولذا كان هذا الكتاب كتاب الشيخ لتقرير توحيد الألوهية وهو مطلب بل إن بعض أهل العلم قال إن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية لأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه الآية ثم قال فلا تجعل الله يعني ذكرت الربوبية ثم بيّن إذن فلا تجعل الله أن دان وأنتم تعلمون وقد قال سبحانه وتعالى لما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الغاية وهي توحيد الألوهية عبادة الله تبارك وتعالى وفي هذه الآية يا أيها الناس عبدوا ربكم الخطاب للناس كلهم فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجميع العربي والأعجمي والمؤمن والكافر وهذه يسمونها الدعوة العامة الدعوة العامة يعني مرسل إلى الأمة أمة الدعوة وهي كل من يصلح أن يوجه له الخطاب كل إنسان بل الإنس والجن مرسل إليهم صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا العالمين كلهم صلوات ربي وسلامه عليه إذا كان الأمر كذلك فلا تجعلوا إذن لله أندادا وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعالى ليس له ند ولا يمكن أن يتحقق توحيد الألوهية والربوبية إلا بالبراءة من الشرك قال وعبد الله ولا تشركوا به شيئا فلا يمكن أن يعبد الله العبد حتى أيضا يتبرأ من الشرك وإذا كان الله تبارك وتعالى قال عبد الله واجتنب الطاغوت إذن لا يمكن أن يعبد الله حتى يجتنب الطاغوت لا إله إلا الله اللي يسمونها التحلية والتخلية فالقصد إذن عبادة الله تبارك وتعالى واجبة يقول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي وانتم تعلمون أنه لا يستحق أن يعبد غير الله لأنه هو الخالق هو الرازق هو البارئ هو المصور هو المحي هو المميت سبحانه وتعالى بيده ملكوت وكل شيء إذن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الداوي لأتى اللصوص وقول وجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول وجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك عواه ابن أبي حاتم نعم ابن عباس رضي الله وتعالى عنهما استدل بهذه الآية على الشرك الأصغر مع أن الآية في الشرك الأكبر لأن اتخاذ الند مع الله جل وعلا شرك أكبر والأمثلة التي ذكرها ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كلها في الشرك الأصغر لأن ما ثبت في الشرك الأكبر فمن بابي أولى أن يثبت في الشرك الأصغر فالقصد أن الآية كما أنها تنهى عن الشرك الأكبر كذلك تنهى عن الشرك الأصغر قول ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد هو الشرك يعني الشريك الند هو الشريك النظير الشبيه المثيل هذا كله يسمى الند يعني في نظرهم هم في فعلهم هم جعلوه ندا لكنه في الحقيقة ليس ندا لله تبارك وتعالى أن الله ليس له ند لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا مثيل له فلا تضرب لله الأمثال فالله لا ند له ولا شريك له ولا مثل له ولا ثانية له سبحانه وتعالى قال الشرك أخفى من دبيب النملي هذا الشرك الذي أخفى من دبيب النمل هو الشرك الخفي وإذا قال أهل العلم الشرك نوعان جلي وخفي الشرك الجلي الشرك الواضح جلي يعني واضح والشرك الجلي مثل دعاء غير الله تبارك وتعالى الذبح لغير الله تبارك وتعالى النذر لغير الله تبارك وتعالى السجود لغير الله تبارك وتعالى الاشتغاثة لغير الله تبارك وتعالى كل هذا شرك جلي واضح هذا واضح جلي الشرك الخفي نوعان كما قال أهل العلمي شرك المقاصد وشرك الأقوال شرك المقاصد وشرك اللسان اللي هو الأقوال أما شرك المقاصد فهي المقاصد يعني ما كان في القلوب وهو ما يسمى عند أهل العين بالرياء شرك الرياء وهذا كله من الشرك الأصغر اللي هو الخفي من الشرك الأصغر لكن إذا وصل إلى النفاق انتقل إلى الشرك الأكبر لكن طالما أنه لم يصل إلى النفاق وهذا يقع لبعض المسلمين كما قالنا كما جاء في الأثر أنه يزين صلاته للناس وهذا من الشرك الأصغر لكن إذا كان أصل الصلاة للناس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس هذا الشرك الأكبر فالقصد أن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي إما أن يكون في المقاصد والقلوب وهما يسمى بالرياء وإما أن يكون بالكلام وهو الذي ضرب له ابن عباس أمثلة كثيرة في هذا الأثر رحمه الله تبارك وتعالى ورضيه عنه قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل دبيب النمل النمل من أصغر مخلوقات الله تبارك ومن أخفها وزنا فإذا دب النمل على صخرة ملساء سوداء في الليل من يشعر به؟ لا يشعر به أحد تطور نملة على صخرة ملساء سوداء في ظلمة الليل وقال سوداء لأن لو كانت الصخرة بيضاء يمكن يبين الأثر لا سوداء لا يبين الأثر لا وفي ظلمة الليل ليبين أن هذا الشرك خفي خفي جداً كما أنه تخفى عليك آثار النملة عندما تمشي على صخرة ملساء سوداء في الليل كما كذلك يمكن أن يخفى هذا الشرك على بعض الناس ويقعون فيه وإذا جاء الحل قالوا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من هذا الشرك الخفي طيب وقالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم لأن أحيان قد يقع هذا من الإنسان بقصد لكن لا يدري أنه يصلبه إلى الشرك لأنه إذا كان بدون قصد لا يأثم عليه الإنسان لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم سبعين خريفة فالقصد أن الإنسان حتى يسلم من أن يكون وقع في مثل هذا الشرك يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وهذا حيث وإن كان فيه شيء من الضعف أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا أن بعض أهل العلمي حسنه طيب قال وهو أن تقول ضرب الآن أمثلة وهي الشرك القولي الشرك القولي قال والله وحياتك يا فلانة والله وحياتك يا فلانة والمقصود أو المطلوب أن يقول والله ثم والله ثم لكن هنا وقع في محذورين أنه جاء بالواو ثم جاء بالحلف بغير الله وهو قوله وحياتك فهنا حلف بغير الله حلف بغيري الله تبارك وسيأتينا الأثر الذي بعده من حلف بغير الله فنؤجلها قليلا لكن هنا نريد الواو والله و والأصل كما في حديث حذيفة كما سيأتينا والله ثم لا يقال والله هو لا يساوى الله بغيره سبحانه لا الواو تأتي المساواة وإنما يأتي بثم التي تأتي للترثيب والتعقيب ولا يأتي بالواو قال والله وحياتك يا فلانة وحياتي وتقول لو لا كلبة هذا لأتانا اللصوص صحيح أن الكلبة لما نبحت اللصوص هربوا لأنه سيأتي أهل البيت كذلك البطة إذا صاحت جانب غرباء تصيح البطة يهرب اللصوص صحيح لكن هم تذكروا السبب ونسوا المسبب سبحانه وتعالى لا لولا الله ثم كلبة هلا لولا الله ثم البط هذا لا بد أن يذكر المسبب الرئيسي سبحانه وتعالى ولا هم المشكلة تذكروا السبب ونسوا المسبب سبحانه وتعالى إذا صار من الشركي الأصغر في هذه الحالة قال ولولا البط في الدار لأتى الأصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئته وقلنا خطأ الإنسان له مشيئة ولكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئته تابعة ومشيئة الله هي الأصو وذلك لا بد أن يقول ما شاء الله ثم شئته لا بد أن يأتي بثم حتى لا يقع في هذا المحبور قال وقول الرجل لولا الله وفلان كذلك لولا الله ثم فلان قال لا تجعل فيها فلانا أي قل لولا الله واحدة سبحانه وتعالى لكن إذا جاء بثم فلا بأسه بذلك قال هذا كله به شرك يقول ابن عباس رضي الله عنه هذا هذا الفعل كله به شرك لكن شرك ايش شرك أصغر طبعا لماذا ابن عباس ذكر هذا لأن هذه أسباب غير شرعية لو كان السيب شرعيا جاز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسئل عن أبي طالب هل نفعت أبا طالب بشيء قال نعم دعوت الله له فكان في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار لهذا سبب شرعي بيّنه الله تبارك وتعالي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعني خفف العذاب على أبي طالب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقفه معه لكنه للأسف لم يسلم ولله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى هنا ابن عباس رضي الله عنهما يفسر هذه الآية وتفسير الصحابي معتبر جدا صحيح يقول ابن كثير رحمه الله تعالى الأصل في تفسير القرآن أول شيء القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بالقرآن كما قال في قول الله تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق قال النجم الثاقم فسر الطارق سبحانه وتعالى فالقرآن يفسر القرآن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ورحمه إن لم تغفر لنا لأننا كنا من الخاسرين فهنا فسر القرآن القرآن فهذا أعظم تفسير وهو مقدم تفسير القرآن القرآن المتكلم بالشيء هو أعلم من غيره بمراده فيفسر القرآن ربنا تبارك وتعالى هو المقدم بعده يأتي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم كقوله في الحديث المشهور في قول الله تبارك وتعالى وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ قال أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمِيْ وَتَفْسِيرِ النَّبِيِّ لِلْقُرْآنَ قَلِيلٌ كما قال وحتى تفسير الله تعالى للقرآن قليل لأن الأصل في القرآن أنه واضح كما قال ابن كثير ابن كثير أظن فيما أذكر منه نقله عن ابن عباس رضي الله أنه على أربعة أضرب من القرآن الكريم على أربعة أضرب الضرب الأول وهو لا يُعذر أحد بجهله واضح وإذاك القرآن واضح جدا كل من قرأه يفهمه ويتبينه لأنه واضح جلي القرآن الكريم النوع الثاني وهو الذي يعرفه العرب يعني غير العربي يشكل عليه يصعب عليه لكن العربي يفهم لأن هذه لغته فيعرفه العرب في لغتهم الثالث الذي يعرفه العلماء تفسير يعرفه العلماء لأنهم يربطون الآية بالآية والآية بالحديث وما شابه ذلك فيعرفون ذلك بينما الجهال لأنهم لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون يفسره القرآن بينما يفسره العلماء يعرفون الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين هذا يعني والناس خلال نسوخ هذا يعرفه العلماء الرابع قال ما استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى فالقصد إذن أن قرآن الكريم إذن تفسير الله جل وعلا القرآن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وقرآن ثم تفسير الصحابة لماذا لأن الصحابة أول شيء هم أعلموا الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم عاشوا التنزيل يعرفون هذه الآية متى نزلت ولأي سبب نزلت فيربطون هذا بهذا ولذا لما قال عروة بن زبير لأمنا عائشة رضي الله عنها ما دخلوا هذا بهذا يعني قول الله تبارك وتعب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع قال الله ما دخلوا هذا بهذا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامة تسوجوا النساء ما الرابط بين هذا وهذا ما يرى رابطا يعني خفتم أن تقسطوا في اليتامة يعني لا تأخذوا اليتامة لا تربونهم لا تعرضوا نفسكم لهذا الابتلاء ما دخلوا هذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء فقالت له أم المنعائشة رضي الله نعم يا ابن أختي هذا الرجل تكون عنده اليتيمة فيربيها فإذا كبرت أراد أن يتزوجها ويخاف ألا يعدل معها لأن ما عندها ولي هو وليها يعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم يعني اختلف معهم من يحكم المفروض هو اللي يفزع لها لا صارت لها مشكلة مع زوجها الحصار هو زوجها وهو الخصم وهو الحكم فقال الله فإن خفتم أن لا تغسطوا في اليتامة أي إذا تزوجتموهن فانكحوا ما طاب لكم تزوج غيرها فانكحوا ما طاب لكم بيساء مثل في غيرها إلا هذه تزوجها اليتامة لا تزوجها بالأكد كن أنت المدافع عنها الحافظ لحقها الولي لها وما شبه ذلك من الأمور إذن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره ثم بعض أهل العلم يران تفسير التابعين لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنه ثم اللغة لغة العرب تفسير لغة العرب كما قال ابن عباس يعني يعرفه العرب فهذا هو التفسير المعتمد لا الذي يخوض به أهل الكلام وغيرهم والتفسير الإشاري الذي يقول به الصوفية وغيرهم أشياء بعيدة جدا لا تمتوا إلى حقيب الصلاة يقول تشير الآية إلى كذا وهي لا تشير أبدا في الغالب نعم أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم وأن عمى وابن الخطاب وضي الله عنه أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال مَنْ حَلَفَ بِغَيَوِ اللَّهِ فَقَدْ كَافَ وَأَوْ أَشْعَكَ وَرَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ لا بعد هو ليس عن عمر بعد عن ابنه نعم ذاكر أهل العلمي أن هذا الحديث هو حديث ابن عمر وليس حديث عمر وإنما المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهم بهذا الشيخ الحمد عبدالوهاب وإنما المشهور أن هذا حديث ابن عمر وليس حديث عمر خرجه أحمد وغيره وإنما حديث ابن عمر عبدالله ابن عمر بن الخطاب وليس حديث عمر ابن الخطاب وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أولا قبل الخوض في معنى هذا الحديث كفر أو أشرك هذا شك من الراوي وليس من النبي يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أو أشرك النبي قال واحدة صلى الله عليه وسلم ورجح أهل العلم أن النبي قال أشرك يعني من حلف بغير الله فقد أشرك لكن الراوي أحد الرواة شكة فقال كفر أو أشرك ما أدري أيه اللي قالها بن عمر وليس ابن عمر أيضا لذلك لكن أحد الرواة الذي نقلوا هذا الحديث هو الذي وقع منه الشك كفر أو أشرك ورجه له العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أشرك هذا إذا صح الحديث ألا أن هذا الحديث فيه علة وهي الانقطاب عن سعد بن عبيدة وبين عبد الله بن عمر بن الخطاب بينهما رجل مجهول وهذا الحديث مشهور حقيقة عندهما يغني عنه حديث عمر بن الخطاب صح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ألا لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم عن ذلك من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح مسلم لكن هذا الحديث فيه شكة في ثبوته والأقرب والعلم عند الله أن فيه رجل مجهول وهو الراوي عن أبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أما قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك الحلف بغير الله المشهور عند أهل العلم أنه من الشرك الأصغر المشهور عند أهل العلم أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر و قد يصل إلى الشرك الأكبر الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر ولكن قد يصل إلى الشرك الأكبر قال بعضهم إذا حلف بغير الله على جهة التعظيم فهو شرك أكبر و إذا حلف بغير الله على غير جهة التعظيم فهو شرك أصغر و كان شيخنا رحمة الله الشيخ بن عثمين يقول ما يستقيم هذا لأن ما حلف به إلا هو يعظمه ما حلف به إلا وهو يعظمه فالصواب الحلف بغير الله على جهة التعظيم كتعظيم الله أو أكثر فهو شرك أكبر هو فيه تعظيم فيه تعظيم ما حلف به إلا وهو يعظمه طيب متى يصير إذا شركا أكبر إذا كان يعظمه مثل تعظيم الله أو أكثر من تعظيمه هل يمكن أن يعظمه أكثر نعم نعم هناك من الجهلة من يفعل كما قال الله تبارك وتعالى من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كالحب الذي يجب أن يصرف لله يعظمون تعظيما عظيما وهو لا نعم لذلك تجد الواحدة منهم ما يتحرج من الحلف بالله كذبا ما يتحرج أبدا تقول له يحلف يحلف هو كذب ويعلم أنه كذب ويحلف لكن عندما تحلفه بغير الله مما يعظمه كأبيه أو جده أو أمه أو أخيه أو أخته أو زوجته أو بعد شو شو اللي يعظمونه أو بالقبر أو بالولي طيب يتوقف أبدا يتوقف يتوقف حتى إنه حدثني أحدهم أنه قال للرجل أحلف قال والله العظيم ما فعلت أو قال والله العظيم فعلت ذلك الأمر قال والله إني فعلته قال لا تعلم قال والله إني فعلته صاحبنا قال له ذلك قال والعباس هذا صاحب الذي قال لي يعني ليس ملتزما يعني لكن بحقه فحلفه بالعباس والعباس الذي يحلفون به هو العباس بن علي بن أبي طالب وليس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن علي بن أبي طالب يسمونه أبو الفضل يسمونه أبو الراس الحار يسمونه باب قضاء الحوائج فقال له إيه العباس؟ يقول في السكت ثم قال نعم ما فعلت قلت له تحلف بالله كذب ولا تحلف بالعباس كذب قال الله يسامح العباس ما يسامح يقول الله يسامح العباس يخاف من العباس أكثر من الله سبحانه وتعالى فعند القبر عند قبر عبد القادر الجيلاني أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر اللي يكون يحلف بالله كذلك يخاف من صاحب القبر أكثر فلا يحلف به كذبا وبعضهم من جهله يحلف بالله كذب تقول له براس مكبوك يقرب الحق ألا طب مباشرة طيب وراس مكبوك أعظم من الله هذا كله شرك أكبر هذا شرك أكبر إذا كان يعظم المحلوف به أكثر من تعظيم الله أو مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر وإن كان يعظمه لكن ليس كتعظيم الله وإنما دون فهذا شرك أصغر وقد يشكل على هذا حديث في صيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه رجل فقال له ماذا علي قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوأ قال وأن تهرج زكاة مالك قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوأ قال وأن تصوم رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوأ يعني تزيد من عندك فقال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وهذا خرجه البخاري ومسلم جاءت رواية عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق فهنا بعض أهلين قال شون الرسول يقول وأبيه والأصول يقول والله فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه فلأهل العلم تأويلات كثيرة جدا لهذا الحديث منها أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الحلف بغير الله هو في الأصل شرك أصغر والشرك الأصغر إنما نهي عنه نهي عن الوسائل لأنه يؤدي إلى الشرك الأكبر يؤدي إلى الشرك الأكبر فالنهي عنهم باب سد الذريعة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني معصوم من أن يقع بالشرك صلى الله عليه وسلم إذا قال هذا من هذا الباب وأنه ما ذنه له بذلك أنهم أبعدوا الناس عن الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا جاز له ذلك وإذا قالوا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم باب سد الذرع وبعض أهل العلم قالها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ما يخرج من اللسان ما يقصد الحلف ما يقصد الحلف كمثل الدعاء على بعض الناس ولا يقصد الدعاء عليهم وهي كلمة عتادتها الألسنة مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم يريد أن يخبرك طيب ثكلتك أمك هذا الدعاء عليه بالموت لكن الرسول ما يقصد الدعاء عليه لكن هذه كلمة يستخدمها العرب للتنبيه أو لبيان أن الأمر جلل أو كذا فيقول ثكلتك أمك انتبه ورسول يحب معاذ منه قال إني أحبك يا معاذ فلا يقصد النبي أن يسبه أو يدع عليه بالموت لكن كلمة قال ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاضفر بذات الدين تربت يدك تربت يدك يعني الدعاء عليه بالفقر تلتصق يده بالتراب يعني تلزق بالأرض من الفقر والضعه والحاجة لكن ما يقصدها وإنما هي كلمة تحفيزية لكن معناها الحقيقي أنها يعني التسقت بالتراب وكذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية لما أراد أن ينفر من مكة بعد حجه صلى الله عليه وسلم قالوا إنها لم تطف وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طفل إفاضة فقال أحابستنا هي حلقة عقرة حلقة عقرة حلقة يعني دعاء بالحلقة الشعر يطيح الشعر عقرة يعني العاقر يعني ما تجي بعيال ورسول ما يقصد أن يدعو عليها وإنما يعني كلمة قال عند العرب يعني إذا شاف شيء ضايق قال حلقة عقرة يعني ليش سويتها الشيء هذا يا حلقة يا عقرة هكذا لكن لا يقصد بها الدعاء وإنما كلمة تقولها العرب في ذلك قالوا فهي هذه كذلك هذه كذلك إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم باب إن العرب تقول هكذا أفلح وأبي ولا يقصد الحلف صلى الله عليه وسلم هذا قول القول الثالث قال إنه وقعت الصحيف هذا عندنا لوحة الحين الله ألف لام ثم لام ثانية ثم هاء ألف لام ثم لام ثم هاء والها قد تكتب هاء دائرة ويمتكتب هاء بكسر هكذا تكسر الله وأبيه إذا قلنا بدون نقاط أبيه تكتب نفس كلمة الله خاصة إذا طولت سنة الباء سنة الياء أبيه بدون همزة ألف باء يا هاء ارفع سنة الباء ارفع سنة الياء نفس كلمة الله فقالوا تصحيف وقع تصحيف من بعض القراها هي والله أفلح لأنه جاء في بعض الروايات الحديث أفلح والله انصدق قالوا فوقع تصحيف من بعض الرواة فقرأها أفلح وأبيه وهي أفلح والله انصدق هذا قول هناك من أهل العلم من قال وإن هذا كان قبل النهي يا لما كان يجوز هذا الأمر ثم لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص امتنع حتى النبي أن يقول مثل هذا الكلام وخاصة أن هذا الرجل جاء في بدايات الدعوة في المدينة بعد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي قال من كان حلفا ليحلف بالله أو ليصمد واختار البعض أن هذه الرواية شذة طعيفة بدليل أن البخاري أخرج هذا الحديث أفلح إن صدق ما فيها وأبيه ومسلم كذلك أخرج هذا الحديث أفلح والله أو أفلح إن صدق بدون وأبيه ثم مسلم رحمه الله تعالى بعد ذلك روا الحديث من طريق آخر وذكر فيه وأبيه فكأن مسلما رحمه الله تعالى ذكر الأول الذي يعتمده ثم ذكر الذي لا يعتمده كأنه ينبه إلى أن هذا لا يصح اللي يكلمت وأبيه والذي يدل على ذلك أن هذا الحديث من رواية مالك عن عمه أبي سهيل ويرويه الآخر وهو إسماعيل بن جعفر أيضا عن أبي سهيل إسماعيل بن جعفر الذي تفرد برواية أو خالف مالكا بهذه الرواية مالك أقوى من إسماعيل بن جعفر يعني إسماعيل بن جعفر ثقة تنتبت لكن مالك إمام المتقنين أكبر المتثبتين إمام متقن ثبت حجة فهو أحفظ من إسماعيل بن جعفر بدرجات وإذا كذا اختلف مالك مع إسماعيل بن جعفر تقدم رواية مالك تقدم رواية مالك فإذا أضفنا إلى هذا أن إسماعيل بن جعفر يعني روى الحديث مرتين مرة وافق مالكا أفلح إن صدق ومرة أفلح وأبيه إن صدق فهو نفس إسماعيل بن جعفر اضطرب في هذا الحديث ولذلك الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه الشذوذ أقرب الشذوذ أقرب أنه يعني وقع في هذه الرواية عن إسماعيل بن جعفر رحمه الله تعالى زهن زاك الله خير ها الأخوة جاملنا هذه هذه كلمة الله وكلمة أبيه الحين لو طبعا بدون نقط لو رفعنا السنة عند القدم يلا زاك الله خير لو رفعنا سنة أبيه هكذا شوية وسنة الياء والباء صارت الله بدون نقط حين تكلم بدون نقط أبي صارت الله لأننا رفعنا السنة شوي فممكن الواحد يخطئ في إراءتها أنا شوف الشباب يجيبون لي أوراق أنا حسن يقول لي طولت بالدرس بس شوية يبوني نبهني على هذه أبيه الله زاك الله خير طيب إذن الأقرب والعلم عند الله الشذوذ في هذه الرواية وأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني قد يشكل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأنه أيضا في صيح مسلم أما وأبيك لتنبأنه فقالوا هذه على سبيل التأكيد وكذا على كل حال تم الاتفاق عليه أنه لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا نعم الحلف هو تأكيد الشيء بذكر معظم هذا الحلف الحلف تأكيد الشيء يعني إنسان ليش يحلف حتى يؤكد الموضوع والله العظيم يعني تقول له مثلا فلان جاء أكيد والله جاء فتأكد أن تؤكد والحلف بالله سبحانه وتعالى إما يكون بالواو أو بالتاء أو بالباء تقول والله تقول بالله تقول تالله تالله لقد آثرك الله علينا بالله لتفعلن والله وقع كذا وهكذا فالواو والباء والتاء هذه أحرف القسم أحرف القسم وجاء فيه القسم أيضا عمر الله أيمن الله يمين الله آل الله كل هذه جاءت أيمن قسم لكن المشهورة في القسم اللي هي الباء والتاء والوو قول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا يقصد ولو كنت صادقا ولو كنت صادقا لأن لأن الحلف الكذب لو حلف بالله كاذبا هذه تسمى اليمين الغموس الحلف بالله كاذبا تسمى اليمين الغموس واليمين الغموس من كبائر الذنوب لكن الحلف بغير الله شرك سواء كان صادقا أو كاذبا الحلف بغير الله شرك اليمين الغموس الغموس سميت الغموس أن تغمس صاحبه في النار كما تغمس الخبزة في المرق فهذه يمين غموس وهذه يمين شركية أيهما أعظم الشركية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلذلك ابن مسعود يقول يمين الغموس أخف من الحلف بغير الله هذا مراد بن مسعود رضي الله عنه أن اليمين الغموس أخف من الحلف بغير الله جل وعلا نعم قال وحمه الله عن حذيفة وضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان عواه أبو داود بسند صحيح نعم هذا حديث يعني علاج لما ذكر علاج لمن يقول شاء الله وشاء فلان لو لله وفلان أضح ثم بدأ الواو التي تقتضي الترتيب بس يعني حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان قولوا ما شاء الله ثم لولا الله ثم استخدم ثم بدأ للواو وشيء للواو ألغي الواو اللي تقتضي المساواة وضع ثم اللي تقتضي البعدية وترتاح بهذا الأمر وفيه هنا أنه لما نهاك عن شيء أعطاك البديل قالك لا تقول الله وفلان طيب شا قل؟ قل الله ثم فلان فأعطاك البديل الصحيح نعم وجاء عن إبراهيم النخاعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان نعم يكره الكراهة عند السلف يقصدون بها التحريم لما ذكر الله تبارك وثم مجموعة من المحرمات ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس ولا تأكلوا ما ليتا ذكر مجموعة من المحرمات ولا تمشي في الأرض مرحة ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهي محرمات وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاءة المال وهي محرمات فالقصد أن الكراهة عند السلف نقصد بها التحريم تطلق ويراد بها التحريم قال يكرى أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك إذا كان يستنصر بشخص يستعيذ به ما فيه مانع فاستغاثه الذي من شيعته يعني يجوز تستغيث بشخص يساعدك تعوذ بشخص وإذا قال يا من أعوذ به مما أحاذره ومن ألوذ به فيما أؤمله هذا جائز ولكن في شيء يقدر عليه هذا الإنسان قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان وإنما يأتي بثمه نعم أحسن الله إليكم فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد نعم فلا تجعل الله أندادا نعم الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر صح هذا كان بن عباس لم يفسر الآية نعم الثالثة أن الحلف بغير الله شرك نعم حديث ابن عمر نعم أوابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس هذا القول بن مسعود رضي الله عنه الخامسة الفوق بين الواوي وبين ثم في اللفظ نعم قلنا ثم هو الصحيح انتهى الله أعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد نشوف الأسئلة لا إله 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 حكم كشف القدمين والكفين في الصلاة وحكم كشف القدمين والكفين خارج البيت اختلف أهل العلم في ذلك والأظهر الله العلم كشف الكفين لا بأس به في الصلاة أما القدمان فالأصل أن تغطيه في الصلاة بالنسبة للمرأة لكن إذا كان إذا سجدت ظهر باطن القدم بسبب السجود فهذا إن شاء الله مما يعفى عنه والله أعلم أما خارج الصلاة لا الكفان فقط أما القدمين يجب ستروهما نعم إذا فاتتني ركعتان في الصلاة الرباعية عندما أقضي هل أقرأ الفاتحة أو سورة قصيرة مكتفي الفاتحة الأصل لأنها تعتبر بالنسبة لك الثالثة والرابعة الأولى والثانية لك كانت الثالثة والرابعة للإمام فالآن بقي لك الثالثة والرابعة فتكتفي بالفاتحة لكن لو قرأت معها سورة لا بأس بذلك كمان جاء عن سعيد المسيب رحمه الله تعالى بعض الناس يشتكي من ضيق في الصدر كأنه يشعر أنه سوف تحصل له مشكلة أو شيء مكروه فما الواجب ألا بذكر الله تطمئن القلوب يكثر من ذكر الله من الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى ويذهب الله عنه ذلك كله هل يجوز أن نصلي الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء ولا أصلي الشفع نعم يجوز بالمناسبة يجوز أن تصليها إذا صليت العشاء ولو جمعت جمع تقديم ينسوا المسافر أو جمع التقديم عند الحاجة أو ما شابه ذلك طالما تصليت جاز لك أن تصلي عشاء يجوز لك أن تصلي الوتر ويجوز لك أن تصلي توتر بركعة كما جاء عن معاوية صلي البخاري أنه أوتر بركعة فجاء رجل إلى سعد بن وقاص كأنه يعني يريد أن يعني يطعم بمعاوية عند سعد فقال لسعد أرأيت ماذا معاوية لما كان معاوية الخليفة قال أرأيت ما فعل معاوية قال له ماذا فعل قال أوتر بركعة كان يشتك قال أوتر بركعة فقال سعد إنه فقيه سكت قال إنه فقيه يعني جاز ما فيه شيء نعم ما الفرق بينه إطلاق كلمة مسلم وإطلاق كلمة مؤمن الأصل أن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم لكن يطلق الإسلام على الظاهر ويطلق الإيمان على الباطن ولذلك لما جاء سعد بن بوقاص بعد أن وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائما فأعطى رجالا ومنع رجلا ما أعطاه شيئا فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وإني أراه مؤمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ثم قال والله إني أراه مؤمنا قال أو مسلم فسكت ثم عاد والله إني أراه مؤمنا قال أو مسلم يعني كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحكم على الإنسان بالإيمان أحكم عليه بالإسلام تعاليك بالظاهر الإيمان أعمال قلوب وإذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قال سأنتشهد لا إله إلا الله أنه محمد الرسولة تقيم الصلاة تؤتي الزكاة الصوم رمضان تحجر به أعمال ظاهرة لما سأله عن الإيمان قال تؤمن بالله وملاكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أعمال قلوب هذه أعمال باطنة ولما قالت الأعراب آمنا قال الله جلاله وعلا قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا ولما نجه قوم لوط أو أهل لوط قال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلما ذكر الذين نجهم ذكر المؤمنين لما ذكر البيت قال بيت مسلم لأن معه امرأة لوط وهي كانت منافقة فلذلك ذكرها معهم لأن المنافق يدخل فيه المسلمين والله أعلم هل على المرأة المطلقة أن تضحي وهل هناك فرق إن كانت تسكن في شقة لوحدها ومع أهلها إن كانت لوحدها ومع أولادها وكذا نعم تضحي أما إذا كانت تعيش وحدها فلا تلزمها الضحية يعني إلا إذا أرادت ذلك إذا أرادت ذلك فنعم لها أن تضحي لكن لا يلزمها أن تضحي المرأة إذا كانت مطلقة نعم عندي أرحام يؤذونني وعندما أصلهم أجد عندهم معاصي هل يمكن أن تضعهم لا جاء رجل النبي فقال مثل هذا القول قال إن لي قراب أصلهم ويقطعونني وأحسنوا إليهم ويسئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي كان يقول فماذا أفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل يعني أنك تضع في عينهم الرماد الحار وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك فأنت إذا أردت أن يكون الله معك أن يكون الله معك سبحانه وتعالى فاستمر في صلاة الرحمة أما المعاصي فإذا حضرت المعاصي ينصرف لا تبقى في المكان نحن مجموعة من العزاب نسكن في شقة واحدة ونريد أن نضحي ونستطيع كل مننا يضحي لوحدي هل يجب عليه أن نضحي لوحدنا إذا كنتم تعيشون معا في بيت واحد وطعامكم واحد يعني ما تشلتكم واحدة وكذا ضحية واحدة تكفي عنكم إن شاء الله تعالى وإذا أراد كل واحد أن يضحي لا بأس بذلك خاصة إذا أراد أن يشترك أهله زوجته وأولاده إذا كان في بلاده متزوجا لكن هنا عزب يقول الوالدة لا تريد أن تأخذ التطعيم ولا تريد ولا تريد وأهلي يلومونني أن أنا المسؤول عن والدة لعدم إقناعها هل علي دم بذلك إذا لم تأخذ لا كلنا لها راية وقرارة وكذا ما يشير تلزمها هي قرارة قنعها ما قتنعتها أصرايها بعد شو نعيد طعطيها برت منو متوديها تطعامها يعني ما خلاص كيف يقول أنا في صدد مشروع عمل فندق للكلاب هل يجوز أن أفتح هذا العمل علما بأن الكلاب ليست لي فقط للتربية والعناية والاهتمام وأيضا أنه لا يوجد بيع وشراء للكلاب عزك الله لا لا يجوز لا يجوز فندق للكلاب طبعا هذا كيف مو كلام حراسة كلام حراسة بعد قاعدهم في فندق شي حرس نقول لي لا هذا ما يجوز هذا هذا كلها كلاب مدلعة كتاب كلاب تربية بيوت وهذا ومدلعة وكذا لا وفندق بعد لا ما يجوز ما يجوز هذا الأمل تقول الله سبحانه وتعالى يقول ما يجوز هل يجوز ما حكم كتم الإسلام في مكان يصب عليه شاره فيه خاصة بين أسرتي لا مهنة إذا كان فعلا يخشى على نفسه حقيقة أن يقع عليه الأدى يكتم إسلام لكن إذا استطاع أن يهاجر يهاجر قال الله تبارك وتعايي إن الذين توفاه من ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفينهم قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها كان يستطيع أن يهاجر يهاجر حكم شراء وبيع الذهب في أحد البنوك الإسلامية هل يجوز شراء الذهب بتوكيل الباع بذلك يجوز إذا وكلت شخصا يشتري لك ويضعه على جن ما في مانا كيف يجعل المسلم الدنيا في يده وليس في قلبه هذا الجهاد هذا الجهاد هذا هو الزهد الحقيقي قالوا الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك أن تكون الدنيا هنا إن جاءت حياها الله وإن دراحت حياها الله ما توصل للقلب في موانع تمنعها من وصولها إلى القلب الدنيا محلها اليدان لكن القلب لا تدخله الدنيا أبنى القلب لابد أن يكون للآخر لله سبحانه وتعالى والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر